اشتركوا في القناة امير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية كان له عظيم الاثر في حفظ صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين منذ بدء الجائحة وحتى اليوم نفتتاح المكتب الرسمي للمنظمة في مملكة البحرين في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 يبرهن على الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة لحفظ صحة وسلامة الجميع في مواجهة كل الظروف وسيعزز افتتاح هذا المكتب بلا شك التعاون والعمل والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة في مملكة البحرين والمنظومة الصحية بأكملها ومنظمة الصحة العالمية وسيسهل تبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة الأوبئة والأمراض وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية كما أود أن أشيد بدور المنظمة الهام والبارز في دعم جهود مختلف دول العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله ورعاه ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قامت المملكة بوضع الاستراتيجيات الاستباقية وخطط التعامل مع كافة السينياروهات وذلك قبل الإعلان عن أول حالة قائمة في المملكة في فبراير 2020 وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستعدادات المبكرة وتطبيق الإجراءات اللازمة المتوائمة مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس ترجمة نانسي قنقر